السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اثار كثيرة مثل معبد هبتس واماكن جذابة مثل جبل الكريستال تمت زراعتها على مياه الابار فاصبح اسمها الوادي الجديد ويوجد بها بحر الرمال العظيم وهو مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة تعالوا مع بعضا ما نشوف كده اهم الظواهر اللي موجودة في الدرس الوادي دي كلمة فيها مادة بالالف وكمان تعالوا معنشوف كلمة الجديد الجديد دي ايه فيها مادة بالياء وهي اسم ولا فاعل لا طبعا هي اسم عشان بدأ بألف ولام فاكرين الاسم كان يبدأ بألف ولام او كلمة تنتهي بتاء مربوطة وكان في علامات كتيرة للاسم هنفتكرها دلوقتي تقع محافظة الوادي الجديد تقع دوة اسم ولا فاعل دوة فاعل محافظة كلمة اخرى تاء مربوطة وكمان اسم الوادي الجديد كل منهم دي اسم في حرف جر غرب مصر بالصحراء الغربية يبقى نخلي بالنا ان المحافظة اللي احنا بنتكلم عليها مكانها فين موجودة على الخريطة في غرب مصر بالصحراء الغربية طيب هناك بيوصف لي الجو بتاعها جوها حار وصيفا دافئ شتاءا تعالوا ما نشوف كده حار دي مادة بالالف وطيب كلمة حر عكسها ايه عكسها بارد الجو بتاعها عمل ايه في الصيف الجو بتاعها حر في الصيف ودافئ في الشتاء دافئ شتاءا كلمة فيها تنوين بالفتح في الآخر ولا تسقط عليها امطار الا نادرا يعني المطر هناك قليل جدا نادرا ديت اسم وكمان كلمة اخرها تنوين بالفتح طيب لما اقولك دلوقتي خدنا سؤالين مكان الوادي الجديد ووصفنا الجو هناك وقلنا ان ما بيسقطش عليها امطار الا نادرا طيب ايه اهم الاصار اللي موجودة هناك عندي اصار هناك مهم جدا اسمه معبد هبتس ده المكان الشهير اللي موجود هناك طيب كلمة معبد اسم ولا فعل ديت اسم والجمع بتاعها معابد واماكن جذابتهم مثل جبل الكريستال ده كمان مكان موجود هناك اسم جبل شهير موجود في الوادي الجديد جبل الكريستال تمت زراعتها على مياه الابار هناك بيزرعوا ازاي هناك الاعتماد الكامل على مياه الابار فاصبح اسمها الوادي الجديد طيب احنا قلنا ان الزراعة هناك بتتم على مياه الابار وعشان كده اصبح اسمها الوادي الجديد يوجد بها حاجة كمان تتميز بها محافظة الوادي الجديد موجود هناك بحر اسمه بحر الرمال العظيم يعني بحر من الرمال ايوة مش بحر ميضة بحر فيه رمال البحر دوت عبارة عن مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة طيب تعالوا كده مع بعضا ما نشوف اهم الاسئلة اللي ممكن نشوفها على الدرس ده اول حاجة بيقول لي اين تقع محافظة الوادي الجديد بسأل عن مكانها تاني بيقول لي موجودة في غرب مصر بالصحراء الغربية طيب تعالوا تشوف كده اوصف لي او بيقول لي هنا ده السؤال رقم واحد قلناه السؤال التاني بيقول لي صف جو محافظة الوادي الجديد يعني اوصف لي الجو هناك عامل ازاي الجو هناك حر صيفا دافئ شتاء تالت سؤال بيقول لي ما اهم الاثار الموجودة بالمحافظة اهم اثر هناك كان اسمه ايه كان اسمه معبد هبتس قلنا معبد كلمة اسم وهي جمعها معابد رقم اربعة بيقول لي ما اهم المناطق جاذبة للسياح يعني السياح هناك بيحب يروح يتفسحه في مكان اسمه ايه بيحب يروحه هناك جبل الكريستال وكمان معبد هبتس اللي هو من الاثار الموجودة هناك رقم خمسة بيقول لي علامة تعتمد الزراعة في المحافظة يعني هناك بيزرعوا على ايه الميا بيجيبوها منين ايوا بيجيبوها من مياه القابار السؤال السادس بيقول لي اين يوجد بحر الرمال العظيم موجود فين موجود في محافظة الوادي الجديد اللي هي موجودة في الصحراء الغربية في مصر تعال ما نشوف اللي بعد كده مجيني اهم الكلمات سواء هنقول المعنى بتاعها او جمعها او مفردها اول كلمة كلمة طقع يعني توجد كلمة جزابة يعني جميلة كلمة وادي معناها ارض منخفضة بها ماء كلمة اصار يعني معالم طب تعال ما نشوف الكلمة ومضدها اول حاجة الجديد عكسها القديم كلمة غرب عكسها شرق كلمة صيفا عكسها شتاء كلمة الناعمة عكسها الخشنة تعال ما نشوف كده بعض الكلمات المفرد وإحنا هنقوله الجمع بتاعها كلمة محافظة جمعها ايه جمعها محافظات كلمة محافظة جمعها محافظات كلمة معبد جمعها معابد كلمة معبد جمعها معابد كلمة الوادي جمعها الوديان وكمان ممكن نقول الاودية طب كلمة اثار مفردها ايه مفردها اثر كلمة مياه مفردها ايه مفردها ماء كلمة ابار مفردها بئر احنا قلنا ان الزراعة هناك بتعتمد على مياه الابار تعالوا ما نشوف اللي بعدها كده جايب لي بعض الاسئلة بيقول لي اجب بجملة مفيدة تعالوا ما نقرأ السؤال مع بعض ونجاوب مع بعض اول سؤال بيقول لي اين تقع محافظة الوادي الجديد احنا قلنا ايه تقع محافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية اللي هي موجودة فين موجودة في غرب مصر صف جو محافظة الوادي الجديد الجو هناك كان عامل ازاي الجو هناك كان دافئ في الشتاء وحار في الصيف طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اين يوجد بحر الرمال العظيم موجود فين موجود في الصحراء الغربية اللي هي موجودة كمان في محافظة الوادي الجديد يعني محافظة الوادي الجديد دي موجودة في الصحراء الغربية موجود فيها ايه بحر كبير من الرمال اسمه بحر الرمال العظيم اذكر اثرا بمحافظة الوادي الجديد ايه اهم الاثار اللي موجودة هناك قلنا معبد اسمه معبد هيبتس وكمان موجود هناك مكان جذاب اسمه جبل الكريستال بيقولي السؤال الاخراني من اين تسقى الاراضي الزراعية بيسقوها منين بتعتمد الزراع هناك على ايه يعني بتعتمد على مياه الابار بتعتمد على مياه الابار وبكده بنكون خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو كان اسمه الوادي الجديد وشكرا لكم يا سنة تانية والسلام عليكم ورحمة الله